فقرتنا الأخيرة يا ليا حتكون مع فنان أصله من قرية فنية أم الطيور في حما بلش حياته الفنية من عمره 16 سنة وكل سنة من حياته بتعطيه خبرة أكتر وأكتر وأكتر رصيده من الأغاني عشر الأغاني بيسعدنا اليوم من رحب الفنان يزن النمر يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سعد صباحكم وصباح سوريا وقائد سوريا وصباح القناة الحلوة والبرنامج الحلو وطبعا هذا شرف كبير إلي أني أنا أكون موجود معكم على اللقاء هذا الحلو إن شاء الله نقدم شيء يعني يكون الناس مبسوطة منها أهلا وسهلا فيك يا يزان يعني ظروف صعبة عم نمرو فيها صلنا أكتر من عشر سنين من الحرب ومن كورونا اليوم ما يمكن الفن هو المنفس الفن والصوت الجميل هو يلي يمكن بيخفف علينا هالظروف الصعبة خلينا نسمع شيء من الصباح مع حضرتك وبعدين خلينا نتعمق أكتر مع الأغاني وإنتاجك الخاص موسيقى 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 عذر بالمجد يا بلادي عذر بالمجد يا بلادي مضينا وعلى صدرك بصفحاتك مضينا ولو حاضرنا بعرفنا وماطينا السود وغابنا أرض العراين يا با يا باي يا باي أول حرف اسم بلادي حرف السين سيوف جدادي حرف الداني واو الوحدي يلي جمعت شمل بلادي أول حرف اسم بلادي حرف السين سيوف جدادي حرف الداني واو الوحدي يلي جمعت شمل بلادي سوريا الحرة ما بتحني سوريا الحرة ما بتحني لا للغدر لا للمحني ايه 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 وبالظل حرة يا بلادي من عمر 16 سنة بلشت يزان لحد اليوم حكينا عن أهم محطات حياتك أجمل اللحظات كيف صار عندك مثلا عشر أغاني يعني خلينا نحكي عن أهم الشي صار معك خلال هاي المسيرة الفنية بالبداية الفن اللي بلشت بعمر 16 اتعلامت على العود وكتير ناس شجعتني يعني على الموضوع هذا انه سمعوا صوتي حلوة بتضيعة والشي بيبتدي بالبيئة كمان بتساعد بتساعد شوية يعني البيئة عنا عائلة فنية وكتير يعني بتضيعة عنا صوات حلوة صرنا يعني متل ما بيقولوا ونتعلم من الناس اللي الأقدم منا ومطربين يعني يطلعوا من عنا كمان منطقة نعم يظن يعني من بعد ما حسيت انه من بعد ما تعلمت على العود وصرت الدندن على الخفيف ويمكن تلقت من أفراد العائلة أو من الجو المحيط فيك من الفنانين الموجودين اتجهت إلى شيء معهد أكاديمي أو اتجهت إلى أستاذ هو يمكن لحتى تتعلم أكتر ولا هي لا هي هواية هواية طورتها وصرت الآن هيك متعلم من السماعي من البيئة وفي شغلات كمان بالفطرة لوحد موهبة نعم برافو بعدين صرت غني عتابة ضل عتابة هيك ودندن أحفظ عتابة تسمع من يعيس معك أول شيء؟ لا أول شيء بالبيت شو كان يقلو لك؟ شو كان يواجه لك ملاحظات؟ والله على قد ما كان أول شيء الواحد مبتدي يكون صرعا صرعا أحيانا بالأغاني و بالعتابة الدعم يجعلك تكفي حياتك الفنية أو تكبر موهبتك أكتر وأكتر كما حكينا يا زل نحن كل سنة أنت عم تكتسب خبرة أكتر أغانيك خلينا نحكي عنهم كيف أنت بتختارهم؟ كيف بتم اختيار الأغاني؟ في حدا بيساعدك؟ أو أنت لحالك تختارهم؟ وأكيد بس نخلص من الجواب نسمع أغنية بحس عينيكي إلي باختيار الأغاني أول شيء بدأت تكون الكلمات حلوية ومناسب اللحن للكلمة وأخذ رأيي للجمهور وأخذ رأيي للأصدقاء المقربين أكتر شيء وبالبيت كمان بأخذ رأيي العائلة وبجرب على العود بيسمعها كمان أنا لأغني بتحسي الحالة أنه بتقلق أنه حلوية نعم اليوم نحن عنا شح في الإنتاج وإنتاج الأغاني واحتضان المواهب الفنية بيئة البلد اليوم قدي بتلاقي مثلا السوشال ميديا هي باب أنه يتوصلك إلى العالم كله يمكن إذا نزلت فيديو على الفيسبوك أو الإنستجرام أو وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يوصلك أو ممكن يدعمك؟ هو عطاني كتير دعم ومساعدي يعني أخذت كمان المعنوي والقوية من أصدقاء السوشال ميديا بشكل عام وعطاني كتير لقدام دفع معنوي أكيد هلأ سمعنا الغنية تبحث عينكي إلي ومن تفتي حديثنا أكيد معك طبعا هاي الأغنية من كلمات شاعر سلامي عمار وألحان يائل مشلاوي شو بحس عينيك إلي شو بحب فيهم أختلي شو بحس عينيك إلي شو بحب فيهم أختلي شو بحب أمرض عالسوب غمزات ما إلهم دواء عشان لها المستوى واصل لهاي المرحلة عشان لها المستوى واصل لهاي المرحلة شو بحب تغفي بالحضن من غيره حير ولا إذن شو بحب تغفي بالحضن من غيره حير ولا إذن والعب شعرك سبلو وبوس هالخد الحلو واش رد أنا واتأمل ولا أخجل ولا تخجلني شو بحب عاطول اسمعيك وعيش العمر كله معيك شو بحب عاطول اسمعيك وعيش العمر كله معيك ومن بين حلوين الدني شو بحب فيك يقعتني وآخر دلع تدلعي وتتأمري وتدللي رابوه يا يزن كتير حلوه أول شي مبروكي الله يبعي وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله بيجتلاقي انتشار واسع أكتر لأنه عن جهد حضرتك تمتلك صوت كتير حلو يعني خلينا نحكي بنقطة بلشت قناة حديثة مع حضرتك أنه نحن مرأنا بظروف صعبة ولكن من خلال الدندنة على العودة ومن خلال الأغاني اليوم دور الفنان السوري خاصة ضمن الجلسات ضمن الحفلات قديش اليوم أنه حلو تقرأ وجه على الناس وأنك أنت تغير لهم شكل يعني كمان أنت دورك كتير مهم بالمجتمع خلينا نحكي ممكن عن هاي الحالة يلي أنت بتكرسها أو بتجسدها من خلال صوتك ومن خلال العزب أحياناً بدي قليك يعني بتفوتي على بيت بيكون في حزن صح فما بصير نزيد الوجع وجع مثل ما بيقوله لازم نعمل شيء يعني عكس هذا الموضوع يعني بجوز نغني فرح ولما نشوف الفرح نغني حزن يعني هيك وهيك كل الشغلية بنعمل عكسا وبتلعب دور كتير يعني الموسيقى والفنان أنه يبين كمان الصورة اللي عايش هو فيها البيئة والوضع بشكل عام يعني وسوريا والله يرحم شهداء سوريا كمان أثروا كثير على الشعب وعالناس والله يرحم أروح شهداء آمين يا رب الله يرحم أروح شهداءنا يازن بالخطام نسمع شيء لسوريا نهدية من الصباح من يازن النمر تفضل طبعا هاي الأغنى كمان كلمات شاعر سلامي عمال ألحان للساء زعاد الخضور للشهداء يعني طبعا موسيقى موسيقى له يا زمن راح البطل أغلى الغوالي راح دم النقي غيس هطل عطر الشهادي فواح راح التقي يا سني الكل كرامي يدي راح التقي يا سني موسيقى الكل كرامي يدي موسيقى فراق ونصل سكية موسيقى 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 أكيد المطربين من الصبح دائماً بيكونوا عندهم فيه تعاب كثير بس ما بننقول العزر لأنه بيقولوا هاي عزر للفنانين دائماً نحنا بنعرف هو الصبح في مشكلة بيجي فجأة هيك ما أكيد منتمنى لك كل التوفيق يا زان منتمنى لك أكيد النجاح والانتشار والشهرة أكتر وأكتر وأكيد نحنا بنتابع ونسمع أغانيك كلها الجديدة وحتى القديمة وكل حدا يعني عم تابعنا اليوم أكيد تابع الفنان يا زان النمر شكراً لك شكراً كثير يا زان